كشفت الأمم المتحدة أنه كان من المقرر أن تصل 278 مهمة إنسانية إلى جنوب غزة لكن إسرائيل رفضت 79 منها ذكرت الأمم المتحدة أنه من المقرر تنفيذ 147 عملية إغاثة إنسانية شمال قطع غزة لكن إسرائيل ترفض ذلك مشيرة إلى أنها منعت 125 بعثة إنسانية من دخول غزة خلال أغسطس الجاري ترجمة نانسي قنقر